السلام عليكم في القصر Sara basketball video اليوم من اليوم انا ليه اه بقول في الفيديوهات tand stationary اتغيرت انا كنت بقول لكم زي كن قاني اني مش علاف ايه ليه بقى بقى بالت دلوقتي بقول السلام عليكم مع القصر لسيدкв عشان تقول عنكم يا pass verlieraps يعان تقولوا عليكم بالسلام و تخص غير شوفوا فقى يعني كل واحد يفكر في مصلحة طفل السلام when Before they event السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام الحضرابرة كده ليس حسن حاجة يعني انا بخش هيسالة قلت كدة لان انا طول عمري انا بخش اي محل بخش اي حيط بقول اسلام عليكم فليه بقى في الفيديوهات اقول له ازاك وسا ما بخشش مثلا دخل اسوء الماكة اقول ازاك يعني بقول اسلام عليكم وخلاص فقلت ياليه غاية من شخصيتي قدامي الناس يعتم ما اقول انا بقول ايه بصراحة يعني فكريك انت تانى مرة السلام عليكم معك سرسية فيديو النهاردة بيتكلم عن حاجات من شيء انا اشتريتها للبيت مش لبس هو بقى للبيت ماشي فيلا بينا نشوف انا اشتريت ايه ويلا بينا انا جيت يا جماعة طيب اول حاجة اشتريتها معي وهي الزرعة دي اكيد ده مش مكانها الاصلي انا والله خايفة يعني خايفة تنطي كده تقع على الراسي بس ايه انا قلت احطها هنا عشان ابينها لكم الزرعة دي اسمها الزرعة المعلقة باين دي انا اشتريتها من شيء كانت مكلفيني حوالي ستين جنيه ماشي طبعا بس البودة طبعا بتاعي طبعا كان بستة جنيه يعني المهم بقى انا اشتريتها بس اكيد مش حطاها هنا نحطها في المطبخ فاهمين اه عجبتني وعجبتني ان هي مطفية مش مفهاش لمعة فدي اللي عجبني ان هي ايه يعني الناس اللي هي بيتجيلي بيفتكروا ان هو زرع طبيعي يعودوا يقولوا لي ايه هو انت بتسقيها ازاي بتسقيها مش عارف ايه فبعضوا اللي هو ما عامل ايه بس لازم هتسعلق فاهميني بس هو اصلا زرع صنوعي يعني اه يعني بصوا من بعيد ما يبانش لكن لو انت بتبقى اتبعا هتعرف يعني لكن هو من بعيد ما يبانش ان هو زرع صنوعي تمام طبعا طبعا ما جبنا بقى هصيرت الزرع فاحنا هنتكلم برضو على الزرع انا كنت شاريه اصلا في نفس الوردر بتاع ده ايه ده ايه اللي حسن بالموبايل وبما ان بقى انا باتكلم على الزرع فدي الزرع التاني انا كنت شاريها برضو كان في نفس الوردر بتاع الزرع المعلقة دي برضو كانت واقف علي ست فروع من دول كان واقف علي بحوالي مش فاكرة اوه بس كان مش غالي وشكله حلوه قوي هو كانو صبار يعني فاهمين اه فبرضو عجبتني اوه طبعا ده برضو مش من شيء ايه ماشي بعد كده بقى اشتريت ايه انا هقول لكم اشتريت خدديات انا مؤخرا كنت عايزة جدد الانتري عشان حاسيت ان هوه بقى كئيب فاقلت اشتري خدديات فاشتريت الكياس الخدديات دي ماشي اشتريت خدديات دي انا لسه منفضوكو يعني انا عامل فيكو ايه المهم بقى اني عجبني اوه خامتها اي خانتها كانها قطيفة طبعا عجبني اللي هو الوانها فيه الوان بقى عشكال كده هي راح حلوة جدا وبصوستة فانا عملت بقى الخددية بايدي يعني اشترينا الفايبر وخيطنا الضمور وحطيتهم في الكياس طبعا هي مش محشي قوي عشان كيس الفايبر ما قضاش قوي بس مش هيباني يعني بص يعني طرية وحلوة وكل حد طبعا هم عجبوني عشان انا اول اردر طلبتي اتنين بس ماشي فلما عجبوني هاتوا متاع رحت طلبتي دول طلبتي بقى دول نفس المقربين ليهم بس مش نفس الشكل مقاس 45 في 45 واشتريت بقى دي بقى مش عارفة التفريقة العنصرية ان دي في كيس عادي وده في كيس شي ان معين اللي اتنين جين في نفس الوردر واقول لك ان دي لأ بس دي اعظلة منهم بعشرين جنيه ام عشان اكيد ده انا نشونة ماشي تعالى بقى اول دي كلها عجباني اول دي الاول دي بقى ايه لسه هاشتري لها الفايبر بتاعها لسه مكسرنا لازل اجيب الفايبر بس انا قلت اورها لكم دي بقى انا بحب اول فناجيل دي مؤخرا بقى اذا حب الفناجيل الكراسيك قوي فجبت برضو حاجات فناجيل هيقومشتها قطيفة قوي بس لسه بصراحة مجربتمش في الغسيل الخلص فانا مش عارفة فانا مش عارفة في الغسيل الحاجات دي هتبقى عاملة ازاي يعني لسه مش عارفة في الغسيل هتبقى عاملة ازاي يعني انا ما غسلت اشهر واحدة منهم طيب طيب اه طيب هوللكم برضو حاجات انا اشتريت مشيقنا هي زهرت قبل كده في فيديو قبل كده اول ما اشتريتها بس هولوكم بقى لما انا جربتها حلوة ولا وحشة. اه اول حاجة المعاليق دي انا كنت مجربها لكم قبل كده. قلت لكم ان هي دهبي وكل حاجة وجميلة. اه وقلت لكم الناس بتقولوا عليها ان هي ما بتغيرش لونها. تمام? بصوا انا استهلكتها. ماشي? اه في منها غير لون وفي منها ما غيرش لون. ده اللي غيرت لون بصوا. تحس اللي لونها بقى ابيض في ابيض. شايفين بقى فيها ابيض. يعني لون الدهبي فعلا بيروح منها. بس ليه بقى لان انا اه بقلب بها مياسوخنة. بخسلها بليفة خشنة مش عارف ايه. يعني انا كنت بقرب. دي بقى ايه اه احترمتها وبقت اكل بها براحة وبتاع. اه اكل بها براحة دي. مفروض نستعمل المعلاقة الزيعة. المهم لي يعني ان انت لو انت مش هتستخدمها كتير فهتيه. لكن لو انت بقى تستخدمها كتير قوي بقى. فهي هتغير لون. ماشي? دي اول حاجة. تاني حاجة. شليمون الاستلس ده انا كنت محتاجاها. اه احلى حاجة ما فيها ان هي لها الفرشة بتاعتها بتنظفها. فده هي حاجة حلوة قوي. عشان بيبقى لو انت مسلا شربت سكويك او اي حاجة. فبيتخزن جوه. فدي بيبقى تطلعه في ثانية. طب انا استخدمت دي بقى ليك فترة. ما غيرتش لون ولا اي حاجة. وحلوة قوي. وكمان بتيجي بشكل محترم. بتيجي بيبصوا بكيس. ده لسه مستخدمتهمش اصلا. بكيس مكتوب عليش ايه ام. و بقيت الشفطات ايه? هنا هو. بتيجي في كيس معمول عشان لو انت مسافر او حاجة ما يضعوش. انا اول ما اشتريت الشيليمود دي انا منساش ابدا ايه اللحظة. كنت حطها في كيس بلاستيك. وفرحانة بيها اي بقى وحطتها ايه? اه جنب الموجة بتاع الشاي. المهم بقى ان هي خرمت الكيس بلاستيك وكتها تقع في ثانية. يعني انا شفت في اخر خلش شفت الحتة دي. وبقتها قط برة كده. يعني الحتة دي هي اللي ايه? حاشة اللي سكتها طوقة. بحطها على اخر اللحظة. كنا في برس عيد. كنت بعمل فلوج اه بلا برس عيد. عمزين تشوفوا الفيديو هتلقوه تحت يا بصة. بس. هي الجي الحاجات ده انا كنت اشاريها من شيئن للبيت. اعتقد مش اشتتش حاجة تانية. قلت اوليكم بقى كل الحاجات من شيئن للبيت في فيديو واحد. ويا ربي يكون عاجب بك الفيديو. وما تنسيش اللايك والاشتراك عشان انا عارف ان انت نسيته اصلا وما تضصيش على حاجة طبعا من حالوة الفيديو. عميش. وما تقول ايه? باعتقول ايه غير كده. ماشي? ولما عانتش لايك واشتراك. اقولك حاجة. وكمان روح اعمليه اللي فورة على الانستة. انا بقى. وتبصوا. ودوروا كمان على صارة صبح. صارة سيد. انا وانا اسم صفحيتي على الفيس ايه? انا نزرق جميل كده. اعملولي برضو عليه هناك متابعة. علشان بقى ايه? بنزل برضو الفيديوهات. بصي ما تتعيبش نارسك. اعمليه بس صراك واشتراك هنا بس على اليوتيوب عشان هو هيبقى صحر قريب. وطبعا الفيديوهات الجاية وتشرفته بحضركو. وتشرفت طبعا والله انا متشرف ان انتو تتفرجوا علي اصلا. ويا شوفكم الفيديوهات الجاية. ويلا باي باي.